اشتركوا في القناة ووزارة البيئة بجمهورية مصر العربية من نافذة تفعيل اوجه التعاونات المشتركة بين البلدين الشقيقين عبر تنفيذ مختلف الانشطة والمشاريع البيئية ومواجهة التحديات والتاثيرات البيئية المحتملة في كل من المنامة والقاهرة عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم ازهرت يانعة كنتاج حصاد الزيارة الهامة التي حل فيها رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي ضيفا كريما عند اخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تفاهمات تبشر بمزيد لمتانة العلاقة الاخوية التي تجمع البحرين بمصر وتوسع من نطاق الشراكات بينهما في مختلف القطاعات بالشكل الذي يضمن تحقيق التطور والازدهار لهما ولشعبيهم الشقيقين ثمارة من ثمار الزيارة التاريخية تمثلت بالتوقيع على برنامج تنفيذي بين المجلس الاعلى للبيئة بمملكة البحرين ووزارة البيئة بجمهورية مصر العربية الشقيقة يعنى بمجال حماية البيئة لعامين قادمين إذ من المتوقع أن يفضي البرنامج إلى تنفيذ مختلف الأنشطة والمشاريع البيئية المشتركة في كل من المنامة والقاهرة وسيؤدي إلى تفعيل أوجه التعاون الفني في مجال مكافحة ملوثات البيئة البحرية إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات على صعيد إدارة المناطق الساحلية والتغيرات المناخية وتعزيز الوعي الكامل بالثقافة البيئية حول ذلك بين صفوف المستهدفين إلى جانب تنشيط العمل الثنائي في إجراء الدراسات والتأثيرات البيئية المحتملة ناهيك عن تبادل القوانين البيئية وتدريب القانونيين في مجال صياغة وسن التشريعات المؤطرة للقطاع البيئي في مصر والبحرين والنظر إلى تجربة المحاكم البيئية فيهما وتبرز أهمية التوقيع على صيغة البرنامج البيئي الشمولية من خلال الحث أيضا على توسيع نطاق حجم التعاون القائم في مجال الإدارة السلمية للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة وتبادل السياسات الهادفة المختصة بالتنوع البيولوجي والإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية كل ما سبق ذكره من المؤكد أن يسهم في تأسيس آليات عمل واضحة يمكن البناء عليها لإقامة أمثل البرامج والمبادرات المشتركة التي تجعل من طبيعة التعاون والتكامل الحاصل بين البلدين في مختلف القطاعات نموذجا يحتذى لنوعية علاقة شاسعة الحدود بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر